المصرح أبو الفنون حلم حلاوة اللي بيتناول تراث عرائس المولد هتكلمنا عنه فنانة العرائس المائية ميموهاب مخرجة مصرحية صباح الخير عليك يا مائمنا ورانا صباح النور أهلا بحضرتك طيب كلمينا بقى في البداية كده عن حلم حلم حلاوة هتقدموه ازاي للأطفال ايه الجديد لوقتي اطفال درباتي ما بقوش ازاي اطفال زمان اكيد الحلم حلاوة فكرته جات لي من 2015 كنت بقى في مهرجان في ماليزيا وخدت جايزة احسن تصميم عروسة وكانت العروسة دي عروسة مولد وانا حولتها لبوبت عروسة بتتحرك فشفت انبهار الناس بيها وهم مش من الثقافة بتاعتنا ولا عندهم الخلفيات بتاعتنا فرجعت قلت انا محتاجة اعمل عرض خاصة المنطقة دي مش محدش تناولها قبل كده في المسرح للطفل يعني فلاقيت ان كفاية ديزني كفاية الحاجات الغربية تعالوا نرجع للتراث بتاعنا شوية وموضوع اخد معي وقت وتحمست ورجع هدي لحد ما قابلت استاذ ياسر ابو لانين المؤلف وقلت له الفكرة اللي عندي والحقيقة كان عندي اسم العرض لان البطلة اسمها حلاوة اللي هي عروسة المولد يعني فابتدينا نشتغل على المشروع وكل ما يكتب مشهد نراجعه مع بعض وهو طبعا له الفضل الكبير ان هو يطور الفكرة انا بعرف شاكتب يعني بس بفكر من خلال العرض هنتطرق لجانب تراثي اللي هو عروسة المولد والفارس من خلال حدوتها تراثية فيها تنقل بين الأزمنة وبشكل فانتزي شكل خيالي يعني اوه بالزبط يعني فكرة العرائس المائي دي انت بتيني هي جات لك من بيتنام وانك عايزة تطبقيها في مصر وان ده بروجيكت يعني بيتم احكي لنا عن القصة دي اني برضو المشاهد لما حيسمع العرائس المائية مش حيفهم طيب هو العرائس المائية بالفعل تطبقت في مصر من 2016 العرض كان اسمه إزيس وإزوريس والحمد لله لقى نجاح كبير عرضنا في القاهرة وعرضنا في الجونة والجدير بالذكر بقى ان احنا عرضنا في فيتنام كمان وده كان شيء يعني مميز جدا لان هما الدولة الوحيدة اللي بتقدم فن العرائس المائية في العالم بسحب أشيري ان الحلم حلاوة ملوش هلاقب العرائس المائية ومصرح هيبقى بشري عرض بشري يعني معي أبطال معي حسن عبدالله ومارتينا عادل وعلي كمالو مجموعة من الفنانين من داخل مصرح الطفل وخارجه يعني والعرض طبعا لن يخلوا من بعض العرائس بس أكيد مش المائية لأن هنكون on stage في مصرح الطفل طبعا مدير المصرح أستاذ عادل الكومي وكل ده بقيادة الفنان الجميل اللي عنده رؤية مختلفة أستاذ خالق جلال أنا بس عشان الناس ما تتوقعش إن الحلم حلاوة عرائس مائية فحبيت أأكد على المعلومة بالزبط العرائس المائية هو عرض بيتم جوا الماء مواضيعه تكون مستوحية من القصص اللي تناسب سطح الماء يعني زريس الحدوتة كلها بتدور على دفاف النيل أنا بجهز لحاجة تانية إن شاء الله ربنا يسهل يعني مش هعلن عنها دلوقتي غير لما المشروع يكمل بس إن شاء الله يعني هيبقى فيه حاجة تانية قريبة لا إن شاء الله يعني أعتقد أنه هيبقى فيه ناس كتير بس أطفال حابين يشوفوا عرض زي ده لأنه زي ما انت قلت مش موجود كتير هي دولة واحدة اللي بتقدمه بالضبط في بعض التجارب في دول تانية ولكن هي يعني أقلب بكتير يعني ما ترقاش لعرض إيزيس أزريس عرض إيزيس أزريس هو يعتبر العرض الوحيد في العالم اللي غير فيتنامي اللي بيقدم مصرح عرائس مائية تقليدي فيه مصرح في فرنسا اسمه إلوجين بيعملوا بعض التجارب اللي لها علاقة بعرائس المائية ولكن بسكيل صغير جدا وفيه تجربة حصلت في أمريكا في ألفين وواحد كانت هي تجربة واحدة والناس الفنانين بيحرقوا العرائس من خارج الماء وبتقنية مختلفة ففيه بعض الإرهاصات كده حول العالم ولكن يبقى إيزيس أزريس هو الوحيد اللي يحمل الطبع الفيتنامي تعرفي تسجيلي ده كتراث مصري يعني حلاوة دي تبم كتبة شخصية يعني احنا عرفيني بينوكيو شخصية إيطالية وتسجليك كتراث إيطالي العروسة المعروفة هل إحنا عندنا عروسة مصرية نقدر نعمل نسجلها باسمنا؟ ضمن الترقى والله الأراجوز تسجل من فترة قسيرة جدا في اليونسكو ويمكن كان صادفة أن أنا كنت السنة القبل اللي فاتت في 2021 كنت بعمل ورشة في يوم التراث العالمي تابع الأكاديمية المصرية في روما كانت الوارشة عرائس مولد وراجوز وكانت لقيت قبول غير طبيعي عند الأطفال الإيطاليين فإحنا بالفعل عملنا ده نحن أعتقد تسجيل الموضوع يعني حاجة في التبع اليونسكو الموضوع بيبقى صعب قوي خاصة لازم ندور على الجزور عروسة المولد بترجع للعصر الفاطمي في مصر لكن وارد جدا حد يطلع يقول بس هناك لأن الدولة الفاطمية كانت متواجدة في بعض صلها أو جزورها لسه يعني لازم بيبقى فيها بحثة أكتر بشكل أكبر بالزبط بالزبط لأن أورادي الفاطميين هم أصلا مش لوكيتت في مصر وما جايين من الخارج فهالي يطرح حطوا ده في دولة تانية ولا لا هيقولوا دي بتاعتنا وأعتقد إحنا التراث بتاعنا غني كمان يعني زي ما حضرتك قلت الأراجوز تم تسجيله وإحنا أعتقد التراث يعني بخلاف كمان عروسة المولد أعتقد التراث بتاعنا غني جدا طيب أنت عندك بقى الحقيقة تحدي جبير جدا مسرح الطفل الأطفال دلوقتي زي ما كنا بنتكلم مختلفين عن زمان بقى عندهم مواقع تواصل اجتماعي بقى عندهم كارتونز بقى مش بس الكارتونز يعني ثري دي وبقى حاجات ملموسة وحاجات متقدمة جدا 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 عشان نعرف نرجعهم مرة تانية للمسرح يقدروا يعودوا يتفرجوا على عرض مسرحي مدته طويلة الفيديو مثلا على أي موقع بتبقى أربع خمس دقايق ويغيروا زي تيكتاك وغير وغير طبعا إزاي أقدر أشد الطفل من كل العالم ده للعالم اللي احنا عايزينه يرتبط بيه عالم المسرح طيب أنا هقول الحقيقة على حاجة هو مش هنقدر نفصله كل وجوز يعني عالم التكنولوجيا والحاجات الإلكترونية ده موجود ولكن يبقى للمسرح سحره هو في الآخر عالم سحري أنا عندي ولادي فبخودهم المسرح على حسب جودة المسرحية وإقاع العرض بيكون مهم جدا يعني من وجهة نظري مسرحية للطفل ما يفعش تزيد عن ساعة بأي شكل من الأشكال وطبعا لازم يكون إقاع العرض سريع جدا 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 والإبهار البصري كل ده هيخليهم الحدوطة طبعا لو الحدوطة بتخاطب عقلهم ما بتستخفش بيهم ما بتدلهمش كلام مباشر هم هيبقوا يعني حابين يعودوا يتفرجوا طب قولي ناقصنا في مصر إن إحنا ده ينتد في كل محافظات الوطن وبقالي الشعبية حقيقية وأنا خايف على أولادي وعلى أولاد اللي جايين لأن إحنا يعني أنا طلعت في بيئة بتفرج على سينما الأطفال وبتفرج على تلفزيون الدولة فما كانش عندي خطر اليوتيوب من مناهج مختلفة أو يعني كونسب تدخيل على ثقافتنا أنا معرفش بيئة أنت أكيد متابعة أنا متكلم كلنا بنوعاني من الموضوع ده هو حتة السيطرة على اليوتيوب والحاجات دي في برامج بتكون بتقدر تتحكم في تليفونات ولادك طب غد النظر إيه اللي نقصنا بقى كمارسة عايزة أنت يعني عايز أقولك يعني عايز السؤالي بشكل أدق إيه التحديات اللي بتوجيهكو علشان يعني تنفسه حاجة زي كده والله خلينا نتكلم إن إحنا داخلين على عصر جديد يعني فيه حدث سعيد ومهم إن حاليا الأستاذ خالد جلال مخرج الكبير هو القائم بأعمال الرئيس البيت الفني للمسرح فعمل معنا اجتماعات وكان فيه مؤتمر من يومين بيتكلم فيه على استراتيجية المسرح على مدار السنة كلها أنا شايفة أنه فتح أبواب كتيرة جدا جدا والمشاكل اللي كانت بتواجهنا قبل كده أتصور أنها مش هتكون موجودة لفترة الجاية في ظل الاستراتيجية اللي الأستاذ خليت حاططها هو بينقل عروض بعناية شديدة طبعا من خلال لجان تم اختيارها برضو بعناية شديدة مدي مساحة للإنتاج بشكل محترم تأيسير عقبات كتير فأتصور أنه مش هيبقى فيه حاجة لأنه إحنا عندنا مبدعين كتير حقيقيا وفيه عندنا كمان مصرح المواجهة والتجوال ده بيسافر المحافظات القائمة عليها الفنان محمد الشرقاوي فعروض الطفل وعروض العرائس بتلف بالفعل في حيث بقى تخيل كمان هنعلى بالكواليتي أو جودة الأعمال الفنية وهنروح لأهلين في النجوع والمحافظات البعيدة أكيد ده مهمة أو إنهم كمان خيالهم خص بأكتر يمكن من الموجودين في العاصمة والمدن الكبيرة طيب كالني بردو أنت عندك رحلة تانية وهي صناعة العرائس مش بس صناعة العرائس كمان تدريب الأطفال على أن هما يصنعوا عرائس بأيديهم أنا قديت ورش كتير قوي في المهرجانات وجوه مصر عملنا كل أنواع العرائس تقريبا ماريونات والقفاز والعصي ماريونات اللي هي بالخيوط يعني بقى لي سنين كتير قوي في موضوع التدريب ده مع الأطفال ومع الكبار بيحبوا الأطفال بيحبوا صناعة العرائس جدا والكبار يعني أنا مثلا ببقى في مهرجان فالورشة متوجهة للأطفال بلاقي نص المتدربين كبار ومؤخرا يعني بقى لي حوالي يعني أربع أو خمس سنين بعمل الورش عرائس مائية فالمتدربين بتواي قريدي كبار عملت وارشة في كينيا تحريك وعملت في المغرب تحريك وعملت في تونس مرتين تصنيع ومرة تحريك الحمد لله الموضوع يعني لقيت رحب كبير من كل الأعمار حقيقي هاي تفتكر أن في ظل الثري دي والجرافيك والإبهار البصري وديزني والحاجات دي مسرح العرائس ممكن يصمد قدام هذا هو بالفعل صامد لسبب أنا لما بنزل يعني أنا شغالة في مسرح العرائس أنا لما بنزل واشوف مثلا الصالة في وقت الليلة كبيرة وليكن أنا عارفة أن دي حاجة يمكن تحسب علينا ولينا في نفس الوقت بالعكس ده إنجاز كبير بس إن شاء الله سيكون في عروض على قدر الطفل المصري وهتكون بالجودة التي تستمر إن شاء الله زي ما ليلة كبيرة استمرت أنا بشوف الناس كلها قاعدة مبسوطة وكله بيبصوا وكله عمال يسقف فلا فيه تواصل طبعا العروسة ليها سحر مختلف مما لا شك فيه يعني لأن العروسة هي أقرب بكتير قوي للطفل هي شبهه يعني هي منه بتكلمه وبتتكلم عنه بتتكلم باسمه مع اختيار المواضيع طيب ما دي مع شوية عوامل كده أكيد هتبقى قرب له طيب ما ينتي أني ما شاء الله تم اختيارك من ضمن أهم فنانين في المجال ده ودايما كده ليكي تجارب مختلفة إيه موضوع مسرح الطاولة أنا بعمل على مسرحية على رأس طاولة يمكن صفرت مهرجانات كتير فمسرح الطاولة يمكن مشهور جدا في أوروبا وفي أسيا وفي معظم الدول اللي مش مشهور في مصر فأنا بعمل عملت حاجة صغنونة كده لسها تطلع يعني اسمها بلاكي ومفروض ان هي ضد التنمر اللي كاتب العرض طفلة صغيرة دي حلو قوي دي فكرة حلو قوي اه وانا اللي عملت تصميمات بتاعة العرائس والديكور وأطفال صغيرين هم المسجلين الصوت ومعانا الفنان كريم الحسيني مسجل شخصية برضو في العرض وابس هتمنى ان شاء الله يحزق عجب الجديد ان شاء الله ايه اللي بتحتاجوا الأجيال اللي ارتبطت بالتكنولوجيا علشان ترجع تاني للقصة ما عليش انا بلف ودور على نفس السؤال وده احنو شغل حضرتك فعلك انا خايف على اطفالنا والله معاك كل الحق حقيقي يعني حضرتك معاك حق الجودة قدم لهم عمل كويس هيجوا النص اهم حاجة مش اهم حاجة لوحده مهم جدا ولكن نص قوي بتنفيذ ضعيف فكأنه مش موجود صح لان الصورة عنصر جزء يعني النص هو التنفيذ طبعا الصورة مهمة جدا للأطفال لان مش كل الأطفال بتسمع مش كل الأطفال العربي عندها قوي يعني احنا عندنا حاليا في عصر المدارس الانترناشنال كتير من الأطفال ما بيبقوا ايه يعني ايه صحيح فين فلما بيشوفوا صورة جيدة والأحداث بتبين من خلال الصورة وطبعا بتوصل فهي عناصر متربطة فأتصور ان هي مش عنصر واحد هي عدة عناصر مشتركة مينة ورطينا يعني ويعني ما شاء الله سجل حافل لكن يبقى برضو قدامك تحدي كبير بس انا اعتقد ان انت يقدو لانه يمكن رؤيتك مختلفة ومتطورة وجديدة ومدركة العوامل اللي لازم تكون موجودة دلوقتي عشان نقدر نجزب اكبر عدد من الاطفال حتى لو الكبار لانه الكبار هيجوا معهم اطفال هم هيقدروا يطنعوهم بشكل اكبر بشكرك شكرا جزيلا طبعا المخرجة والفنانة فنانة العرائس المائية مينة وهاب نورتينا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضرتك شكرا